اشتركوا في القناة القمر ما زال لاخر يوم موجود في الجوزاء رح يكون موجود في منزلة الذراع وهي جيدة وممتازة برضو للصلاح ولكل شيء طبعا حكينا ان القمر لما بيكون بالجوزاء في هاي الفترة احنا مننشط باتصالاتنا ومنشعر بعنصر الحركة بيلعب دور ملحوظ في حياتنا بيتقلب الناس من حولنا في افكارهم وتصرفاتهم اكثر من المعتاد وبيصعب تصديق كل وعد او كلمة تقال علينا انجاز اتصالاتنا الهامة من رسائل ومكالمات وغيره بوسعنا ايضا الانضمام لدورة دراسية او تعلم لغة جديدة او الانضمام لعضوية نادي اما بالنسبة لزوايا اللي رح تتشكل فهي في زاوية اول زاوية رح تتشكل هي بعد الحلقة زاوية التربيع سلبية رح تكون بين القمر والزهرة رح تكون في تمام الساعة اربعة وثمانية وثلاثين دقيقة مساء بتوقيت جرينيش اكثر المتضررين اللي بكون عندهم مشاكل عاطفية بيتجهوا للتنفيس من خلالها بصرف النقود باسراف بدون حساب اما بالنسبة للزاوية التي تليها هي زاوية تتليث ايجابية رح تكون بين القمر والمريخ رح تكون في تمام الساعة سبعة واربعة وخمسين دقيقة مساء بتوقيت جرينيش بتلوح الفرصة للتحصيل على مكسب مالي وبنندفع للاهتمام بصحتنا اكثر اما الزاوية التي تليها هي زاوية التربيع رح تكون سلبية بين القمر ونبتون رح تكون في تمام الساعة عشر وواحد وثلاثين دقيقة مساء بتجعل بعض الاشخاص يجنحوا الى العيش في عالم وهمي من نسج خيالهم بعيد عن الواقع وبتجعلنا غير عمليين في تصرفاتنا وبنعتمد في مشاعرنا على مشاعر الاخرين طبعا هيك بتكون انتهت الزوايا هذا اليوم لان الزوايا اللي رح تضل هي زوايا بعد حلقة بكرة وخلو المسار وانتقال القمر وبرضو انتقال عطارد لبرج التور طبعا خلو المسار القادم بما ان اقتربنا على برج السرطان خلو المسار القادم رح يكون يوم ثلاثين اربعة رح يكون في تمام الساعة سبعة وتسعة وعشرين دقيقة مساء ورح يستمر لغاية الساعة وحدة وست دقائق صباحا بتوقيت جرينيتش لينتقل القمر بعديها لبرج الاسد اما بالنسبة لعمر القمر عمر القمر القمر الهلال خمس ايام في تمام ساعة اربعة وتسعة واربعين دقيقة صباحا بصير عمره ست ايام نسبة الاضاءة عشرين في المية بالنسبة لمزاج الكواكب وطباع الكواكب لهذا اليوم الشمس في الثور حتى عشرين خمسة مزاجها ممتزج القمر في الجوزاء حتى سبعة وعشرين اربعة مزاجه سعيد العطارد في الحمل حتى يوم سبعة وعشرين اربعة مزاجه ممتزج الزهرة في الجوزاء حتى ثلاثة عشرين خمسة وبعدين تبدأ عملية التراجع مزاجه سعيد المريخ في الدلو حتى ثلاثة عشرين خمسة مزاجه سعيد المشتري في الجدي حتى أربعة عشرين خمسة وبعدين بيبدأ عملية التراجع مزاجه منتحس زحل في الدلو حتى 11.5 بعدين بيبدأ عملية التراجع مزاجه منتحس اورانوس في الثور حتى 15.8 بعدين بيبدأ عملية التراجع مزاجه ممتزج نبتون في الحوت حتى 23.6 بعدين بيبدأ عملية التراجع مزاجه سعيد بلوتو في الجدي بيتراجع حتى 14 مزاجه منتحس وصلنا للتوقعات اليومية برج الحمل طبعا لليوم الأخير القمر في البيت الثالث لا لكم فبتنشطوا كمان اليوم في أمور إليها علاقة إما بمعاملات أو أوراق أو اهتمامات بأمور السفر أو الاتصالات فاوض بثقة وجراءة وحاول الدفاع عن مواقفك وقضيتك لكن بدك تتجنب الكلام اللاذع ممكن أنك ما ترتاح بسبب كثافة العمل أو الأفكار أو الحركة فباكر لعملك ما تعرض نفسك للإرهاق تتميز بفعلية ودينماكية وممكن تسمع جواب ببعجبك ما تبالغ بمصروفاتك أما بالنسبة للبيت الأول فأنا شايف أنه البيت الأول يعني متقلب اليوم بين إيجابي وسلبي على أكثر من مرحلة ولكن الغالب عليه بيكون الإيجابي نفسيتك بتكون أحسن وبتكون مرتاح أما بالنسبة للبيت الثاني فأنا شايف أنه الأمور المالية من ساعات الصباح بتنشط كثير وبصير عندك نشاط في الأمور المالية إما بيومور إلها علاقة بالفوتير أو بالالتزامات أو بالديون أو بالمصاريف والمشتريات دير بالك من أنك تبالغ بمصروفاتك أما بالنسبة للبيت الثالث فهو كما ذكرنا في بداية التوقعات بالنسبة للبيت الرابع شايف أنه فيه شوية حدية موجودة على مستوى البيت يعني ممكن أنك تعصب أو تنفعل بسبب تصرف أحد أفراد العائلة أو ممكن يكون فيه خبر سيء أو شيء ممكن خليك تنزعج ممكن الالتزام ببعض المشتريات أو المصاريف البيتية أو بعض التصليحات والترميمات أما بالنسبة للبيت الخامس فأنا شايف على مستوى العواطف برضو الأمور يعني شبه روتينية ولكنها بتميل للإيجابية أكثر فبلاقي نفسيتك اليوم أحسن يعني فيه نوع من أنواع الراحة أو الروتين أو الهيكي التودد من الأحباب ولكن برضو فيه نوع من أنواع المشاعر السلبية اللي ممكن أنها تتخلل لك خلال هذا النهار أما بالنسبة للبيت السادس فهو ضاغط عليك على مستوى العمل فعشانيك منقول لك ما تتأخر عن عملك خصوصا الأشخاص اللي على رأس عملهم وحاول أنك تنجز الأعمال الضرورية وفيه منكو ممكن يهتم بوضع صحي أما بالنسبة للبيت السابع فأنا شايف البيت السابع تقريبا يعني أعلى من الروتيني بشوي فاليوم ممكن يصير فيه نوع من أنواع التقارب ما بينك وبين الحبيب أو بينك وبين الشريك شريك المال والعاطفة وهذا بيعمل نوع من أنواع التقارب ولكن بدك تدير بالك من الانفعالات والكلام اللاذع أما بالنسبة للبيت الثامن فأنا شايف أنه ضاغط عليك على مستوى الديون والمصاريف والالتزامات فهذا شوي بأرقك فبيخلي قصوصا الأموال اللي ما بتعود لك يتخليك تنشغل إما في أشياء إلها علاقة بتحصيل الأموال أو بأمور إلها علاقة ببعض الدفعات أو الالتزامات وبتكونوا تديروا بالك من ضياع أو فقدان بعض الحاجيات اللي لكم أما بالنسبة للبيت التاسع فهو جيد على مستوى الاتصالات البعيدة والتواصل مع أشخاص خارج البلاد والاهتمام بأمور الدراسة أو الامتحانات أو أوراق قانونية أو حتى التفكير في أمور إلها علاقة بلغة أو ثقافة جديدة أو بلد ممكن أنت تتواصل معه أو مع مؤسسة تعليمية أما بالنسبة للبيت العاشر فأنا شايف الأمور على مستوى السمعة اليوم تقريبا نقدر نحكي إنها روتينية ما في أي شيء لا إيجابي ولا سلبي ولكن بدك تحاول في ساعات الصباح إنك ما تحتد وما تعصب على أحد الزملاء في العمل أو رؤسائك بالعمل أما بالنسبة لبيتك 11 فأنا شايف أنه ضاغط جدا عليك على مستوى الأصدقاء وهذا الضاغط مستمر لآخر الشهر فعشان هيك ممكن تتوتر أو تنفعل بسبب أحد الأصدقاء أو المعارف أو تقلق بشأنهم أما بالنسبة لبيتك 12 فهو بضعف من طاقتك شوي فعشان هيك منقول لك حاول تنجز الأعمال الضرورية بدون ما تجهد حالة كثير وراقب غذائك وتغذيتك وأدويتك بانتظام وإذا أنت من أصحاب الأمراض المزمنة حاول إنك تستشير طبيبك إن شعرت بشيء غير اعتيادي برج الثور طبعا القمر في البيت الثاني فعشان هيك بتنهمكوا في ضبط ميزانيتكم بتكون تتجنبوا النفقات بتهتم لأوضاعك المالية وبتخذ تجربة مهمة بتمتحن موقعك وخبراتك ما تجازف بأموالك ولا باستقرار وضعك المالي بدك تدير بالك حتى تتوضح الأمور لك أكثر لا تبالغ بمصروفاتك احذر من المنافقين ورتب وضعك المالي بشكل جيد وما تخلي حد يستغلك أما بالنسبة للبيت الأول فأنا شايف البيت الأول جيد برضو على المستوى النفسي اليوم لأغلب موليد برج الثور فمنلاقي إنه اليوم في عندهم طاقة إيجابية وأشياء بتساعدهم اليوم على إنهم يتجاوزوا كثير من الصعوبات أو من الأشياء اللي ممكن إنها تستفزهم أما بالنسبة للبيت الثاني فكما ذكرناها في بداية التوقعات بالنسبة للبيت الثالث فأنا شايف أنه اليوم برضو بغلب عليكم النشاط والحركة وسرعة البديهة في النقاشات وممكن تكثر اليوم عندك الاتصالات أو التواصل مع أشخاص يعني تقنعهم بوجهة نظرك أو للتواصل بس مجرد للإثمئنان عليهم وفي منك رح ينشط في أمور إلها علاقة بالدراسة أو الإمكحانات أما بالنسبة للبيت الرابع فأنا شايف البيت الرابع على مستوى البيت يعني شوي بكون في ضغط لغاية ساعات الصباح ولكن بعد ساعات الصباح يعني الأمور البيتية أو العائلية بتصور تقريبا يعني روتينية بتتعامل معها على حسب طبيعتك وممكن تنجز أشياء كثيرة ومهمة خلال هذا النهار بدون تعب أو كلل أو ملل أما بالنسبة للبيت الخامس فأنا شايف برضو الأمور العاطفية يعني شيئا ما فيها نوع من أنواع التوتر أو الحدية خلال هذا النهار أو القلق على صحة أحد الأحبة أو على تصرفات أحد الأحبة ممكن تقلق منها أو يستفزك أو ينرفزك ولكن عندك القدرة أنك تطلع من هاي الأمور وما تخليها تأثر عليك بشكل مباشر أما بالنسبة للبيت السادس فأنا شايف اللي على أشخاص اللي على رأس عملهم اليوم بينجزوا كثير من المهام وكثير من أعمالهم وممكن يحققوا إنجازات رائعة وفي منكوا رح يهتم بشؤون صحية أما بالنسبة للبيت السابع فأنا شايف البيت السابع برضو فيه نوع من أنواع الضغط على مستوى الشراكة فممكن هذا يسبب لك نوع من أنواع الإرباك أو العصبية أو ممكن أنه يستفزك الشريك شريك المال أو العاطفة بتصرف معين فممكن أنك تحتد وتعصب أما بالنسبة للبيت الثامن فأنا شايف الأمور على مستوى الأموال المشتركة اليوم بيكون فيها نشاط ممكن أنك أنت تسعى إما بترتيب ديون أو فواتير أو السعي لتحسين وضعك المالي أو طلب مساعدات أو حتى قرض أو ديون أما بالنسبة للبيت التاسع فهو جيد جدا بيدعمك بقوة على مستوى الاتصالات الخارجية وتواصل مع أشخاص خارج البلاد وممكن برضو أشخاص تهتم بأمور إلها علاقة بالامتحانات أو بلغة جديدة أو أمور إلها علاقة بالمراكز التعليمية أو المؤسسات التعليمية أما بالنسبة للبيت العاشر فأنا شايفه برضو روتيني ما فيه أي شيء ضاغط على بيت السمعة تقدروا تنجزوا الأعمال المهمة وتحافظوا على سمعتكم أما بالنسبة لبيتك 11 فأنا شايفه ضاغط جدا برضو على مستوى بيت الأصدقاء فعشان هيك ممكن أنه إما تقلق بشأن صحة أحد المعارف أو أحد الأصدقاء أو تصرف معين منهم ممكن أنه يستفزك ويخليك هيك تشعر بنوع من أنواع التوتر أما بالنسبة لبيتك 12 بيت المتاعب لغاية الصباح بيكون ضاغط وبعدين الأمور بتصير روتينية ما فيه أي شيء لا إيجابي ولا سلبي عشان هيك ما نقول لك حاول أنك أنت تنجز الأعمال الضرورية وتشعن حالك بطاقة كبيرة خلال هذا اليوم وفيه منكم رح يهتم بأمور إلها علاقة بالتغذي أو أمور إلها علاقة بشؤون صحية برج الجوزاء برضو لليوم الأخير القمر موجود عندكم فعشان هيك برضو بمنحكم بقدرة عالية جدا على مواجهة مشاغلكم وإنجاز الكثير منها بتكثر المشاريع عندك وبتختلط الواجبات أهم شيء أنك تكون جدي وموضوعي في تنظيم أمورك حدد أهدافك وأولوياتك باستطاعتك استعادة موقعك وإنجاز الكثير من الأعمال خلال هذا النهار يعني نفسيتك إن شاء الله بتكون أفضل أما بالنسبة للبيت الثاني فأنا شايف الأمور المالية يعني برضو ممكن تلقيح لك بعض الفرص لها علاقة بالمكاسب المالية أو أشياء لها علاقة بالعمل الإضافي أو أمور لها علاقة باسترداد بعض الأموال اللي بتعود لك أهم شيء أنك تقلل من مصاريفك أما بالنسبة للبيت الثالث فأنا شايف أنه اليوم برضو متقلب على مستوى النقاش يعني ممكن أنت اليوم تعصب في أكثر من مرحلة وترجع تهدى تعصب وتهدى فهذا التقلب في المزاج عندك ممكن اليوم يسبب لك بعض الخلافات وخصوصا على مستوى الإخوة أو على مستوى أحد الجيران أو على مستوى أحد الأبناء أما بالنسبة للبيت الرابع فأنا شايف أنه في ضغط في ساعات الصباح ممكن يسبب لك بعض النفور أو التوتر أو ممكن أن يكون بعض الأعباء أو أشياء لها علاقة بالمشتريات والالتزامات العائلية أما بالنسبة للبيت الخامس فهو جيد على مستوى العاطفي تقريبا يعني مش كثير ولكن في ساعات المساء بدك تحذر من بعض ردات الفعل العصبي اللي ممكن تستفزك من تصرف الحبيب أو سوء خلاف أو خلاف عابر أما بالنسبة للبيت السادس فأنا شايف برضو على مستوى العمل اليوم تقدر تنجز كثير من الأعمال المهمة بالنسبة لها إليك صحيح أنه ممكن يتراكم عليك بعض العمل أو تنحرج بعمل إضافي أو ممكن يكون عندك أي شيء له علاقة بالوضع الصحي أما بالنسبة للبيت السابع فهو جيد على مستوى الشراك المالية والعاطفية وبعمل نوع من أنواع التقارب ما بينك وبين الشريك بشكل جيد خلال هذا النهار بالنسبة للبيت الثامن برضو جيد على مستوى الأموال المشتركة اللي ممكن من خلالها تستغلها للطلب مساعدة أو دين أو قرض أو ممكن الاهتمام بتأجيل بعض الدفعات أو الديون أو الفوترة أما بالنسبة للبيت التاسع فهو جيد على مستوى الاتصالات البعيدة والتفكير في أمور إليها علاقة بالسفر أو أوراق قانونية أو أمور إليها علاقة إما بدراسة أو بلغة أو في بعض الأشياء اللي إليها علاقة بالقضايا أو بالقانون أو بالدراسة أما بالنسبة للبيت العاشر فبيت السمعة ضاغط عليك عشان يكي بنقول لك حاول أنك ما تخالف القوانين وما تدخل بأشياء مشبوهة وما تدخل بنزاعات أو خلافات مع زملائك بالعمل أو رؤسائك بالعمل خلال هذا النهار أما بالنسبة للبيت 11 فأنا شايف الأمور برضو ضاغطة على مستوى الأصدقاء فهذا إما بيخليك تتهرب من بعض الأصدقاء أو بيخليك تحتد على بعض الأصدقاء أو تنزعج من شيء ممكن يحدث مع صديق أو معرفة فأنت تتأثر نفسيا أما بالنسبة لبيتك 12 فبيقول لك دير بالك يعني ترهق حالك كثير اليوم حاول تنجز الأعمال الضرورية وما تخالف القوانين وفي نفس اللحظة راقب وضعك الصحي وراقب غذائك وخذ قسط كافي من الراحة برج السرطان بناء للتعب منكم لليوم الأخير ضعوا سلم الأولويات للعمل الضروري والعاجل وانتبع كثير إلى غذائك وراحتك بتشير موقع القمر لركود وتأخر في سير الأمور حاذر من التراجع الصحي والمعنوي استريح بعيد عن الأضواء وما تختلق الأعذار وما تتهرب من المسئوليات المهمة لأنه أولا وجود القمر في بيت المتاعب بسبب لك بعض الإرهاق أو بعض التعب خلال هذا النهار أو بعض التعب الصحي حتى ولكن لآخر يوم ابتداء من بكرة المساء القمر راح ينتقل لعندك فعشان هيك راح تحس بفارق كبير إن شاء الله أما بالنسبة للبيت الأول فبما أنه بيت المتاعب بشكل نوع من أنواع الضغط فمعناته مزاجك اليوم برضو بكون متقلب على أكثر من مستوى أو على أكثر من مرحلة ما بين حدية وما بين طبيعي وما بين مزاجك جيد وما بين شعورك بالتعب أما بالنسبة للبيت الثاني فأنا شايف برضو على مستوى الأمور المالية بلزمك في بعض المصاريف أو الدفعات أو المشتريات أو بحط بعض الالتزامات اللي ممكن إنها تكون في منها مرهق أو مربك وفي منكو ممكن يهتم بمسائل مالية ولكن احذروا من المصاريف أما بالنسبة للبيت الثالث فأنا شايف إنه يعني في نوع من أنواع الضغط أو العصبية موجودة عندك يعني هي لآخر يوم وبعدين الأمور بتصير إيجابية وبتهدى الأمور أهمش إنك ما تدخل بنقاشات وما تحتد وما تعصب في منكو ممكن يصير له تعامل مع أخ أو جار أما بالنسبة للبيت الرابع فأنا شايف عن مستوى البيت برضو في نوع من أنواع التقلب في النفسية فهذا بشكل لك نوع من أنواع العبء أو التقلب في المزاج خلال هذا النهار أثناء تعاملك مع أحد أفراد العائلة فممكن يسبب لك هذا نوع من أنواع الحدية أو المشاكل أو الإنزعاج أو الأعمال الكثيرة اللي ممكن إنها تكون مرهقة بالنسبة لأعمال البيت أو مشتريات فعشان هيك يحاول أنك تمسك عصابك قدر الإمكان وإعمل الأمور على شكل روتيني أما بالنسبة للبيت الخامس فأنا شايفه روتيني ما فيه أي شيء لا إيجابي ولا سلبي على المستوى العاطفي بالنسبة للبيت السادس براكم عليك بعض الأعمال وبضغطك بشكل كبير وبسبب لك بعض التعب الصحي أو بعض الشعور بالمرض أما بالنسبة للبيت السابع فأنا شايف الأمور على المستوى بيت السابع برضو فيها نوع من أنواع الروتين إلا إنه في ساعات الصباح ممكن يصير فيه نوع من أنواع الحدية بالتصرف حاول تمسك عصابك أما بالنسبة للبيت الثامن فهو ضاغط برضو على مستوى الأمور المالية المشتركة هذا بيخليك إما أنك تفقد بعض المقتنيات أو بعض الأشياء اللي أنت بتمتلكها أو تخلي بعض الأشخاص أنهم يستغلوك حاول قدر الإمكان أنك تشحن حالك بطاقة إيجابية وتفتح مظبوط وما تتخذ قرارات خلال هذا اليوم إلا أمور إلها علاقة بالجدولة أو ترتيب الدفعات المالية وما تدخل في أمور أو توقع على أوراق بدون ما تتأكد منها أما بالنسبة للبيت التاسع فهو ضاغط عليك على مستوى الاتصالات البعيدة فممكن يجيك خبر يزعجك من الخارج أو ممكن يصير فيه سوء تفاهم ما بينك وبين مؤسسة تعليمية أو أحد أفراد المؤسسة التعليمية أو ممكن تنضغط بالدراسة أو بامتحان حاول قدر الإمكان أنك تشحن حالك بطاقة إيجابية عالية جدا وما تتسرع في إجاباتك إذا كنت في امتحان أما بالنسبة للبيت العاشر فهو جيد على مستوى الأمور يعني الوضعك أو على مستوى بيت السمعة فبشحنك بطاقة إيجابية بتقدر تحمي سمعتك وتدافع عن نفسك اليوم بشكل قوي ولكن دير بالك من العصبية أما بالنسبة لبيت 11 فبضل ضاغط على مستوى الأصدقاء فممكن إما أنك تسمع خبر يزعجك من أحد الأصدقاء أو شيء بتعرض له أحد الأصدقاء يكون مزعج بالنسبة لإلك أما بالنسبة لبيتك 12 فأنا شايفه متقلب لنصفين خلال هذا النهار فعشان هيك بنقول لك برضو أنه ما تعتمد على الروتين اللي فيه يعني حاول تنجز الأعمال الضرورية وتأخذ قصد كافي من الراحة وما ترهق حالك كثير يعني الأعمال الضرورية فقط لا غير اللي يهتم فيها مثل ما ذكرنا في بداية التوقعات برج الأسد لآخر يوم بظل النشاط الإجتماعي والاتصالات والتواصل مع الأصدقاء مسيطر على نهارك كامل هذه الفترة مناسبة لطلب استشارة أو تأييد من أحدهم أهم إشي أنه تحاول أنك تتصل بالمجتمع بشكل جيد شارك في مختلف الورشات والنشاطات ممكن تستعيد حماستك وحيويتك خلال هذا النهار تتكيف بسهولة مع الظروف والأحداث وممكن أنك تشاهرك بفاعلية أما بالنسبة للبيت الأول فأنا بقول لك يعني قبل ما ندخل للبيت الأول بقول لك حاول تستغل هذا النهار بشكل كبير قبل ما يصل القمر للسرطان لبيت متاعبك فممكن أنه يعركس عليك أمور أو يخلي بعض الأمور تمشي معك بصعوبة أما بالنسبة للبيت الأول ففي نوع من أنواع التقلب في المزاج خلال هذا النهار ولكن إجمالا هو جيد يعني حاول بس أنك أنت ما تعصب وما تنفعل والأمور بتكون جيد أما بالنسبة للبيت الثاني فأنا شايف الأمور على مستوى البيت الثاني فيها نوع من أنواع الضغط على المصريف أو مصريف الزيادة أو بعض المشتريات أو الاهتمامات المالية بتكون خلال هذا النهار أو دفعات أو مشتريات ولكن حاول أنك تقلل من مصريفك أما بالنسبة للبيت الثالث فأنا شايف أنه اليوم برضو فيه روتين لغاية ساعات الصباح ولكن بعد سباعات الصباح بتنشط في أمور العلاقة بالاتصالات أو التواصل مع أشخاص أو ممكن يكون فيه نوع من أنواع النقاش فيه مسألة معينة أو الاهتمام ببرنامج تعليمي أو شيء له علاقة بالتسويق أو فيه منكو ممكن أنه يتعامل مع أخ أو جهر أما بالنسبة للبيت الرابع فهو جيد على مستوى البيت الأمور روتينية وممتازة جدا بتناقش بجدية وبتتواصل بجدية مع أفراد العائلة وبكون فيه نوع من أنواع التقارب فيه منكو رح يهتم ببعض المشتريات أو صيانة بعض الأعطال أو اهتمامات عائلية أما بالنسبة للبيت الخامس فأنا شايف الأمر العاطفي شوي اليوم فيه نوع من أنواع الضغط فعشان هيك ممكن يسبب لك نوع من أنواع التوتر أو النفور اللي ممكن أنه يصير حالة سلبية موجودة عندك على المستوى العاطفي أما بالنسبة للبيت السادس فهو جيد على مستوى حل كثير من المشاكل اللي بتتعلق في العمل وممكن تنشط في أمور إلها علاقة بالعمل بمساعدة زميل أو أحد رؤساك بالعمل المهم بالتعاون تقدر تنجز كثير من أعمالك بالنسبة للوضع الصحي يعني الأمور جيدة أما بالنسبة للبيت السابع فهو ضاغط على مستوى الشراكة فهذا ممكن يسبب لك بعض الخلافات من وقت لآخر أو يخليك تحتد من بعض التصرفات اللي ممكن أنها تنتج إما عن الشريك أو ممكن أنه يكون خلاف يعني أو خلاف في وجهة النظر أما بالنسبة للبيت الثامن فهو ضاغط على المستوى البيت الثامن فعشان هيك بدك تدير بالك من فقدان بعض ممتلكاتك أو استغلالك في نقطة معينة فيه ممكن تكثر عليك المطالبات المالية خلال هذا النهار أو ممكن تهتم في بعض المسائل اللي إهلها علاقة بالدفعات أو بالقروض أو بالسدد أما بالنسبة للبيت التاسع فهو جيد على مستوى الاتصالات البعيدة أو الاتصالات الخارجية أو الاهتمام بأوراق إلها علاقة أو معاملات إلها علاقة في أمور السفر وفي منك ممكن يهتم بأوراق قانونية أو معاملات قانونية وفي منك ممكن يهتم بموضوع إلها علاقة بالدراسة أو الامتحانات وهي جيدة أما بالنسبة لبيت السمعة فأنا شايف أنه فيه نوع من أنواع الضغط اللي بسبب لك نوع من أنواع التوتر اللي ممكن أنك تعصب على أحد الزملاء أو أحد رؤسائك بالعمل بسبب فرض الرأي أو الأوامر اللي ممكن أنها في وقت تكون مستفزة بالنسبة لأيلك أما بالنسبة لبيتك 11 فبيت الأصدقاء ما زال ضاغط فعشان هيك ممكن أنك تنزعج من تصرف صديق أو من انشغال صديق أو إهمالك أو ممكن أنه يكون سبب مشكلة بتعرض لها صديق في هذا الإشي شوي يخلق لك نوع من أنواع التوتر والعصبية أما بالنسبة لبيتك 12 فهو تقريبا متقلب خلال هذا النهار على مستوى بيت المتاعب فعشان هيك منقول لك بدك تدير بالك حاول تنجز الأعمال الضرورية وما تهمل عمل ضروري يعني مهم حاول تنجز الأعمال المهمة تأخذ قصد كافة من الراحة وبرضو أنك تحاول أنك تراقب وضعك الصحي برج العذراء حافظوا على سمعتكم وإنجازاتكم القائمة في مجال العمل قدم أفضل ما لديك لعلك تحقق إنجاز أو تحرص تقدم مفاجئ ما تهدد سمعتك بالخطر ممكن تقلق بشيء لقاء أو وضع أحد أفراد الأسرة هاي فترة مثمرة ومهمة جدا وبتكون أسهل وأقل إرباك إذا كنت جاهز طبعا القمر موجود في بيتك يعني العاشر فعشان هيك بعطيك نوع بيت السمعة هاد بعطيك نوع يعني توقعين ممتزجات في بعض أما بالنسبة للبيت الأول فأنا شايف أن الأمور اليوم يعني شوي بكون فيها نوع من أنواع الضغط البسيط مش الضغط الكبير بس أهم إش إنك تحافظ إنك أنت ما تعصب وما تحتد أما بالنسبة للبيت الثاني شايف الأمور يعني على المستوى البيت الثاني يعني شوي الأمور المالية بترهقك أو بتأخذ حجم كبير من تفكيرك خلال هذا النهار وممكن أنت تهتم بمصاريف أو بعض المستحقات المالية أو سداد بعض الديون أو أمور إلها علاقة بترتيب الميزانية أو المشتريات أما بالنسبة للبيت الثالث فأنا شايف أنه اليوم برضو بكون عندك نشاط ببعض النقاشات أو التداول في موضوع معين أو الاتصالات وفي منكم ممكن يهتم بموضوع إلو علاقة بالدراسية أو موضوع بيختص بالسيارات أو بالتليفونات أما بالنسبة للبيت الرابع فهو جيد على مستوى البيت يعني فيه نوع من أنواع الهدوء ولكن ما تسمح للأشياء المربكة أنها تسبب لك نوع من أنواع القلق أو الإرباك في منكم ممكن يقلق بشأن عقاري أو بشأن أمور عقارية أو أمور من هذا القبيل أما بالنسبة للبيت الخامس يعني روتيني ما فيه أي شيء لا إيجابي ولا سلبي بالنسبة للبيت السادس أنا شايف الأمور فيها نوع من أنواع ضغط على بعض الأشياء اللي بتتعلق بالعمل اللي منها ممكن يكون فيها شوية إرباك لإلك أو مطالبات في إنجاز فأنت ممكن أنك إما أنك تتغيب عن عملك أو تتأخر عن عملك حاول أنك تقدم أفضل ما عندك وتنجز أهم الأعمال وما تخليها تتراكم وفي منكم ممكن ينشغل في مسألة صحية أما بالنسبة للبيت السابع فأنا شايف الأمور روتينية على مستوى بيت الشراكة ما فيه لا إيجابي ولا سلبية يعني الأمور تقريبا على حسب طبيعتك بتكون أما بالنسبة للبيت الثامن فالأمور على مستوى الأموال المشتركة هي اللي مربكيتك خلال هذا النهار وممكن تسبب لك بعض الأمور اللي بدها دراسي أو ترتيب وحافظه على إنجازاتك أو على ممتلكاتك من الضياع أما بالنسبة للبيت التاسع فهو جيد على مستوى الاتصالات الخارجية بتكثر عندك الاتصالات الخارجية أو تواصل مع أشخاص خارج البلاد أو الاهتمام بأوراق قضائية أو أوراق تتعلق بالسفر في منكم ممكن يهتم بمسائل تعليمية أو علمية أما بالنسبة للبيت العاشر كما ذكرناه في بداية التوقعات بالنسبة لبيتك 11 ما زالت الأمور مع الأصدقاء فيها نوع من أنواع الحدية فممكن هيتسبب لك نوع من أنواع الإرباك أو بعض الأشياء اللي ممكن تقلق فيها على شأن صديق إلك أو تزعل على شيء بصير مع أحد ما عرفك أما بالنسبة لبيت المتاعب فهو روتيني حاول أنك تنجز أعمالك بس بدون عصبية واهتم لوضعك الصحي برج الميزان طبعا اليوم اللي عنده امتحان أو مقابلة بده يستعد بشكل جيد فترة إيجابية هي ولكن على أساس أنه يطلع من أي شيء ممكن أن يأزم الفترة هاي عليه هاي فترة حافلة بالنشاطات ممكن تقلق بخبر من الخارج أو من جهة غريبة حاول تسهيل أمورك بتهتم بثقافة مختلفة أو ثقافات مختلفة أو بشجعك هذا برضو للانضمام إما لجمعية أو ممكن أنك تفكر أنك تتحرك باتجاه الرياضة أو إشيء لعلاقة بالخدمات المجتمعية أما بالنسبة لبيت الأول فالأمور تقريبا بنحكي أنها جيدة على المستوى النفسي بتدعمك نفسيا بشكل جيد خلال هذا النهار وبتكون معنوياتك شوي مرتفعة أما بالنسبة للبيت الثاني فالأمور المالية شبه روتينية يعني ما فيها الشيء الكبير يعني بتهتم في المسائل العادية أو المسائل اللي يعني أي شخص ممكن أنه يهتم فيها كمشتريات أو بعض الادخارات أو الاستحقاقات المالية أما بالنسبة للبيت الثالث فهو جيد على مستوى الاتصالات وعلى مستوى التنقلات والاهتمام بالأجهزة أو التليفونات أو السيارات وفي منكم ممكن يكون عنده نقاش اليوم أو اتصالات كثيرة أما بالنسبة للبيت الرابع فهو جيد على مستوى البيت وبيعمل نوع من أنواع التقارب ما بينك وبين العائلة وممكن برضو يعمل نوع من أنواع التودد أو إنجاز بعض المهام المنزلية وتكون مريحة أما بالنسبة للبيت الخامس البيت العاطف شوي في نوع من أنواع الضغط فممكن يسبب لك بعض العواطف الجياشة أو القلق على حبيب أو ممكن الاهتمام في مسألة بتتعلق في الحبيب فشوي هيك تكون مرتبك أما بالنسبة للبيت السادس فهو جيد جدا وبيدعمك بشكل قوي على إنجاز كثير من المهام والأعمال خلال هذا النهار وفي منكم ممكن يهتم بشأن صحي أما بالنسبة للبيت السابع ففي ضغط على مستوى بيت الشراكة اللي بيسبب لك نوع من أنواع النفور أو ردات الفعل السلبية أو الحساسية من تصرف الشريك في المال أو في العاطفة أما بالنسبة للبيت الثامن بدك تحافظ على بعض مقتنياتك من الضياع وبرضو في نفس اللحظة حاول إنك ترتب التزاماتك بشكل جيد وفي منكم ممكن يفقد بعض المقتنيات أو يهتم بديون أو أشياء كان مقرضها لأشخاص يحاول أنه يستردها خلال هذا النهار أما بالنسبة للبيت التاسع فكما ذكرنا في بداية التوقعات بالنسبة لبيتك العاشر جيد بيت الصمعة بيحميك وبرضو اللي على رأس عملهم اليوم بينجزوا أعمال كثير مهمة بالتعاون مع زملائهم أو رؤسائهم بالعمل أما بالنسبة لبيت الأصدقاء فهو ضاغط جدا فعشان هيك ممكن تقلق بشأن صديق أو تهتم بشأن بتعلق في صديق أو ممكن تزعل على شيء ممكن يصير مع أحد المعارف أما بالنسبة للبيت 12 فأنا شايف الأمور جيدة على مستوى بيت المتاعب بتقدر تنجز كثير من الأعمال المطلوبة منك ولكن بدك تراقب وضعك الصحي بشكل جيد وتنتبه لغذائك برج العقرب طبعا القمر لسه موجود في البيت الثامن ضاي اليوم وبنتقل بعدين لبيتك التاسع ببيت حليف ليلك فعشان هيك اليوم بس ادخلوا التعديل المطلوب على أموركم المالية المشتركة ما تسمح لأحد أنه يشكك بقدراتك ما تكون جارح بالكلام ولا يعني حاول أنك تكون يعني لين شوي فاوض بهدوء دبلوماسية كون حريص على حقوقك تتحسن الأجواء وتحصل على الفرصة المناسبة لتبرير أخطائك أما بالنسبة للبيت الأول فبلاقي أنا اليوم متقلب بالمزاج فلحظة بتكون جيد لحظة عندك حدية عصبية ولحظات بتكون الأمور روتينية ما في أي شيء لا إيجابي ولا سلبي أما بالنسبة للبيت الثاني فأنا شايف الأمور المالية برضو فيها نوع من أنواع الإيرباك أو مرهقة شوي اللي بتخليك شوي تركز على بعض الأمور المالية كمشتريات أو مستحقات أو بعض الديون أو الالتزامات يعني بتهتم بوضعك المالي ولكن قلل من المصاريف أما بالنسبة للبيت الثالث فهو جيد على مستوى النقاشات وعلى مستوى الاتصالات والمواصلات كأجهزة أو كفعل يعني بتهتم بالاتصالات الشوي وفي منك رح ينشط في أمور إلها علاقة بالدراسة إما حث أبنائهم على الدراسة أو لاهتمام بمواضيع إلها علاقة بالنقاش أما بالنسبة للبيت الرابع فهو جيد على مستوى البيت رغم أنه في نوع من أنواع الحدية إما التزامات كثيرة أو أعمال كثيرة أو مسؤوليات كثيرة على مستوى البيت بتكون منها أشياء مربكة وفي منكم ممكن يهتم بشؤون عائلية أهم شيء أنه ما تفقد سيطرتك على الأمور وما تعصب أما بالنسبة للبيت الخامس البيت العاطفي يعني روتيني ما في أي شيء لا إيجابي ولا سلبي بالنسبة للبيت السادس يعني نقدر نحكي أنه الأجواء يعني بتقدر تنجز الأعمال المطلوبة منك ولكن بدك تراقب صحتك أما بالنسبة للبيت السابع على مستوى الشراكة المالية والعاطفية جيد اليوم يعني أعلى من روتيني فعشان هيك التوافق ما بينك وبين الشريك جيد أما بالنسبة للبيت الثامن فكما ذكرنا في بداية التوقعات بالنسبة للبيت التاسع جيد على مستوى الاتصالات مع أشخاص خارج البلاد أو الاتمينان على صحتهم أو حتى التفاوض في أمور إلها علاقة إما بالتجارة وخصوصا الأشخاص اللي بيشتغلوا في المجال التجاري وفي منك ممكن يهتم بأوراق قانونية أو معاملات قانونية أو أوراق سفر وفي منك رح ينشط بأمور الدراسة والامتحانات أما بالنسبة للبيت العاشر فهو روتيني على مستوى بيت السمعة ما في شيء يعني زيادة عن الأمور هاي فبتتعامل بشكل روتيني على مستوى بيت السمعة والأعمال بمستوى الشركات الكبيرة أما بالنسبة لبيت الصداقة والأصدقاء في نوع من أنواع الحدية اللي بتخليك ممكن تقلق بشأن صديق أو تحتد بسبب تعامل صديق أو معرفة وممكن تسمع خبر بتعلق فيهم شوي يكون مزعج أما بالنسبة لبيت المتاعب فهو روتيني ما في أي شيء مهم فعشان هيك منقول لك حاول أنك تنجز الأعمال المهمة وراقب وضعك الصحي وما تجهد حالك زيادة برج القوس بوسعكم تعزيز شراكتكم سواء في العمل أو العاطفة هاي فترة صعبة تثقل خلال هالهموم والمسؤوليات أهمش أنك ما تنفعل وحاول الإضاءة على الإيجابيات ما بينفعك التوتر ولا الجدال عالج كل التطورات بموضوعية أو وضوح وأعصاب بردي ما تتسرع في اتخاذ القرارات القمر مقابلك مباشرة فعشان هيك شوي بخلي الأمور تكون مخربطة عندك أما بالنسبة للبيت الأول فهو جيد على المستوى النفسي يعني أفضل من الأيام الماضية رغم التقلبات اللي موجودة اللي ممكن بعضها يكون مزعج بالنسبة ليلك أما بالنسبة للبيت الثاني فهو روتيني تقريبا يعني بتهتم بأشياء بسيطة والأمور المالية كمشتريات أو التزامات أو ممكن يكون في بعض المصاريف ولكن حاول أنك تقلل من مصاريفك في هاي الفترة أما بالنسبة للبيت الثالث فهو جيد شوي على مستوى الاتصالات ولكن بغلب عليك نوع من أنواع الحدية أو العصبية هذا النهار حاول أنك تمسك عصابك وما تتوتر وما تعصب رح تهتم بأمور الهلاقة بالتنقلات بس ما تندفع وما تتهور أما بالنسبة للبيت الرابع على مستوى البيت أنا شايف الأمور برضو فيها نوع من أنواع الحدية يعني إما طباعك فيها عصبية أو التزامات كثيرة بتكون عليك فشوي بتكون الأمور فيها نوع من أنواع السلبية حاول تشحن حالك بطاقة كبيرة وما تستسلم لأي ضغطات أما بالنسبة للبيت الخامس فأنا شايف البيت الخامس على المستوى العاطفي يعني شوي جيدة ولكن برضو الحدية غالبة عليك كأنك أنت منرفز أو معصب من تصرفات الحبيب أو ممكن في عندك نوع من أنواع الأشياء أو تراكمة أشياء هيك خلتك تنزعج أما بالنسبة للبيت السادس فهو جيد على مستوى العمل تقدر تنجز كثير من الأعمال خلال هذا النهار وممكن أنك تحقق بإنجازاتك هاي أشياء جيدة وحاول تهتم لوضعك الصحي أما بالنسبة للبيت السابع فكما ذكرنا في بداية التوقعات بالنسبة للبيت الثامن برضو ضغط على مستوى الأموال المشتركة فعشان هيك ممكن تسمع خبر بتعلق في أمور المال شوي يزعجك وممكن يصير عليك بعض المطالبات أو بعض الأمور اللي ممكن تفقد من خلالها بعض المقتنيات أما بالنسبة للبيت التاسع فهو جيد على مستوى الاتصالات البعيدة أو التواصل مع أشخاص خارج البلاد وممكن تهتم بأمور إلها علاقة بالأوراق القانونية أو بعض المعاملات اللي إلها علاقة إما بالدراسة أو بالامتحانات أما بالنسبة لبيتك العاشر فأنا شايف الأمر روتيني ولكن حاول أنك ما تندفع وما تتهور خلال هذا اليوم عشان ما تشوه سمعتك أما بالنسبة لبيتك 11 فأنا شايف برضو على مستوى الأصدقاء أنه الوضع مربك فممكن اليوم إما أنك تعصب من صديق أو أنت تسمع خبر يزعجك بتعلق في أحد المعارف أو الأصدقاء أما بالنسبة لبيت المتاعب فبنقول لك إنجز الأعمال الضرورية ما تجهد حالك كثير وحاول تهتم بصحتك وحاول تأخذ قصد كافي من الراحة واصلوا ما بدأتم به من عمل سابق وانتبهوا لصحتكم حاذر من تراجع صحي ما تسمح للواجبات بالتزامن ولا بالتراكم كون أكثر تنظيم وأحسن إدارة الوقت اتجنب إثارة العدوات وإهمال وضعك الصحي خذ قصد كافي من الراحة وإهدأ وكون عند حسن الظن طبعا القمر موجود في بيت الصحة وبيت العمل فعشان هيك بيكون ضغط عليك كثير في الفترة هاي فالبيت الأول إجمالا بيكون فيه نوع من أنواع الضغط أو المزاجية عندك أو التقلب في المزاج خلال هذا النهار عشان هيك بدك تمسك حالك قدر الإمكان عشان ما تنفعل وما تعصب وتروح إلا أنت عاملك مصيبة أما بالنسبة للبيت الثاني فأنا شايف الأمور برضو ضغط على المستوى المالي في أفكار مالية أو في بعض الحسابات أو المتطلبات أو المشتريات أو الالتزامات المالية خلال هذا النهار اللي منها رح يكون مربك أما بالنسبة للبيت الثالث حتى طباعك على مستوى الاتصالات معني فيها نوع من أنواع الصعوبة فعشان هيك ما تحتد بالنقاش إلا لما تفكر في الموضوع وتأخذ نفس طويل عشان ما تسبب نوع من أنواع النفور للناس اللي حواليك امسك عصابك قدر الإمكان وما تناقش ولا تجادل يعني حاول أنه خلي لقاء اتصالاتك ودية أما بالنسبة للبيت الرابع ففي ضغط على مستوى البيت برضو بضغطك إما إما أنه هي التزامات أو مشتريات أو بعض الأشياء اللي بكون في منها مربك حاول قدر الإمكان أنك ما تستسلم لهذه الأمور وخصوصا إذا كانت المسائل إلها علاقة بالعقارات أو بالبيت نفسه خلافات داخلية أما بالنسبة للبيت الخامس فهو روتيني على المستوى العاطفي فما فيه شيء لا إيجابي ولا سلبي أما بالنسبة للبيت السادس فأنا شايف الأمور مثل ما ذكرناها في بداية التوقعات يعني بدك تنتبه لصحتك وحاول ما ترهق حالك في إنجاز الأعمال أما بالنسبة للبيت السابع فهو ضغط على مستوى الشراكة فعشان هيك بسبب لك نوع من أنواع النفور بتعاملك مع الشريك إما أنه أنت حساس زيادة عن اللزوم أو أنت مش قادر تستوعب الوضع الحالي ممكن ردات الفعل العصبية اللي تكون ما بينك وبين الشريك هاي تتطور إذا أنت ما مسكت عصابك لأنه أنت حساسيتك عالية أما بالنسبة للبيت الثامن فأنا شايف البيت الثامن برضو بربك على مستوى الأموال المشتركة بيخلي لك نوع من أنواع الإرباك أو بعض التطورات اللي بتخليك برضو حاد وعصبي وممكن تزيد من الالتزامات عليك أما بالنسبة للبيت التاسع فهو جيد على مستوى الاتصالات البعيدة والتواصل مع أشخاص خارج البلاد أو الاهتمام بأوراق قانونية أو بمعاملات أو ممكن أمور إلها علاقة بالامتحانات أو الدراسة أما بالنسبة للبيت العاشر فهو جيد على مستوى روتيني بالنسبة لبيت السمعة فعشان هيك ما فيه أي شيء بخوف أو برهق سمعتك أما بالنسبة لبيت الأصدقاء فممكن اليوم تحتد أو تعصب على صديق أو تسمع شيء بتعلق في أحد المعارف أو الأصدقاء بزعجك أما بالنسبة لبيت المتاعب فأنا شايف الأمور جيدة بس حاول أنك أنت تنتبه لصحتك حاول تنتبه لغذائك وخذ قسط كافي من الراحة وامسك أعصابك من الإنفعال والعصبية برج الدلو طبعا لليوم الأخير القمر موجود في بيتك الخامس بدك تحاول أنك تستغله قبل ما يصل لبيتك السادس ويصير ضاغط عليك عشان هيك اليوم ما بيتخلى الحظ عنك عاطفيا وماليا بتكثر عندك التنقلات أو ممكن الزيارات لبعضكم أو الاتصالات بتتحسن الأجواء نسبيا بتصبح الأجواء أكثر سهولة ممكن تظهر هاي الفترة بعض اللقاءات الطارئة مع الإخوة أو مع بعض الأحبة قدم لهم المساعدة والدعم اللازم فترة ناجحة ومطمئنة أما بالنسبة للبيت الأول فأنا شايف الأمور اليوم فيها نوع من أنواع الاستقرار على المستوى النفسي مشحون بطاقة كبيرة أنت وبرضو بتقدر تتجاوز كثير من المسائل وبرضو عندك قدرة أنك تشحن حالك بطاقة إيجابية وما تعصب أما بالنسبة للبيت الثاني فأنا شايف الاهتمامات المالية ما زال فيها نوع من أنواع الضغط لغاية ساعات الصباح وبعدين ممكن تحقق بعض الإنجازات أو بعض الفرص المالية اللي ممكن تجيك يا من عمل إضافي يا نوع من أنواع الدعم ولكن قلل من مصاريفك أما بالنسبة للبيت الثالث فهو بعطيك نوع من أنواع الحدية وردات الفعل العصبية أثناء النقاشات فحاول أنك ما تدخل بجدالات ونقاشات خلال هذا اليوم عشان ما تخسر أحد الأشخاص اللي حواليك أو اللي ممكن أنه بكون حليف لا إلك فيه منك ورح يهتم بأمور الدراسة والامتحانات ولكن بده يركز بشكل جيد وما يعتمد على الحظ أما بالنسبة للبيت الرابع على وضع البيت الوضع إجمالا جيد فممكن اليوم يكون فيه نوع من أنواع الدعم المنزلي أو التقارب العائلي اللي بيفتح لك كثير من المجالات الإيجابية وبرضو ممكن بعض الاهتمامات البيتية والعائلية اللي منها ممكن يكون فيها شوية استفزاز لإلك ولكن بتمشي بشكل سهل أما بالنسبة للبيت الخامس كما ذكرنا في بداية التوقعات بالنسبة للبيت السادس برضو جيد اليوم تقدر تنجز كثير من الأعمال المطلوبة منك وبرضو بتقدر تهتم بوضعك الصحي أما بالنسبة للبيت السابع بيت الشراك المالي والعاطفية فهو روتيني فبتتعامل على روتينك معاه أما بالنسبة للبيت الثامن ما زالت الأمور مرهقة على المستوى المالي الأموال المشتركة وفي منكم ممكن يفقد أشياء بتعز عليه أو ممكن حد يستغل طيبته وينصب عليه ويستغله ماديا أما بالنسبة للبيت التاسع فأنا شايف الأمور جيدة على مستوى الاتصالات البعيدة والتواصل مع أشخاص خارج البلاد والاهتمام بأوراق قانونية أو معاملات دراسة أو أشياء من هذا القبيل الأجواء كلها بالنسبة للبيت التاسع جيدة أما بالنسبة للبيت العاشر حاول إنك ما تنفعل وما تعصب أثناء تعاملك مع زملائك بالعمل أو رواسائك بالعمل وحاول إنك ما تشوه سمعتك بأي تصرف أما بالنسبة لبيتك 11 فما زالت الأمور على بيت الأصدقاء ضغطة ولكن حاول إنك ما تنفعل كثير إن أساء لك أحد الأصدقاء وفي منكم ممكن يقلق بشأن صديق أو معرفة أما بالنسبة لبيت المتاعب فهو روتيني فعشان هيك منقول لك إنجز الأعمال الضرورية والمهمة حاول تأخذ قسط كافي من الراحة وما ترهق حالك كثير برج الحوت بتنهمك بأمور لها إلها صلة بالبيت والعائلة أهم إنك ما تتهرب من المسؤوليات وإن كثرة تنظم وقتك بشكل جيد تفادي لأي تقصير ما تبخل على العائلة بالعطف والنصائح هاي فترة فيها نوع من أنواع يعني مناسبة لارتباط أو ممكن تشعر بإنزعاج أو قلق حول مسألة شخصية أما بالنسبة للبيت الأول فأنا شايف إنه المزاج اليوم متقلب عندك بين إيجابي وسلبي طول النهار وفي نوع من أنواع الحدية بطباعك والعصبية حاول تمسك حالك قدر الإمكان وإشحن حالك بطاقة إيجابية عشان تطلع من هذا التوتر أما بالنسبة للبيت الثاني فأنا شايف الأمور يعني شيئا ما بدناش نحكي جيدة ولكن برضو إنه بتحملك بعض الفرص خصوصا للأشخاص اللي على رأس عملهم وبعض الأشخاص بتكون عندهم دفعات والالتزامات ومشتريات زيادة بالفترة هاي يقللوا بس من الأشياء اللي مش ضرورية أما بالنسبة للبيت الثالث فهو جيد على مستوى الاتصالات والاهتمام بأمور الأجهزة أو السيارات أو التليفونات والنقاشات ولكن في ساعات المساء ممكن يصير في عندك نوع من أنواع الحدية في الطباع وتكون عصبي أثناء النقاشات أو أثناء الحديث في منكو راح يهتم بمسألة بتتعلق بأخ أو جار أما بالنسبة للبيت الرابع فكما ذكرنا في بداية التوقعات بالنسبة للبيت الخامس يعني في نوع من أنواع الحدية أو العواطف المتقلبة فعشان هيك منقول لك حاول تشحن حالك بطاقة إيجابية ممكن تسمع خبر بتعلق في أحد الأحبة شوي يكون مزعج حاول تتجاوز المرحلة هاي عشان ما تكبر الخلافات أما بالنسبة لبيتك السادس فأنا شايف أنه بعض الأعمال ممكن تتراكم عندك خلال هذا النهار حاول أنك تنجز الأعمال الضرورية ولكن الأهم بدك تهتم بشؤونك الصحية أما بالنسبة لبيتك السابع فأنا شايف الأمر روتيني على مستوى تعاملك ما بينك وبين شريك العاطفي أو شريكك بالعمل ما فيه لا إيجابية ولا سلبية أما بالنسبة للبيت الثامن الأمور المالية المشتركة فيها نوع من أنواع الضغط بتسبب لك بعض الإرباك ممكن الاهتمام بقروض أو سداد بعض الديون أو الالتزامات أما بالنسبة للبيت التاسع فهو جيد عن مستوى الاتصالات الخارجية والاهتمام بأوراق قانونية أو مسائل قانونية وممكن تكون لصالحك وفي منك رح يهتم بمسائل تعليمية مثل تعلم لغة جديدة أو دراسة لامتحانات أو امتحانات أما بالنسبة للبيت العاشر فهو جيد على مستوى بيت السمعة تقدر تدافع عن سمعتك وتثبت جدارتك اليوم والأشخاص اللي على رأس عملهم بينجزوا كثير من المعاملات أو الأعمال المطلوبة منهم بشكل جيد بالتعاون مع زميل أو رئيسهم بالعمل أما بالنسبة لبيت الأصدقاء فهو ضاغط فعشان هيك يبنقول لك أنه ممكن اليوم تحتد على صديق أو تعصب من تصرفاته أو ممكن تقلق بشأن صديق ممكن يصير معه أمر طارئ أما بالنسبة لبيتك 12 بيت المتاعب فهو روتيني ما فيه أي شيء لا إيجابي ولا سلبي فعشان هيك حاول تتعامل بشكل إيجابي بدون انفعال أو عصبية وحاول برضو أنك تنجز الأعمال الضرورية تنتبه لصحتك وخذ قصد كافي من الراحة هيك منكون انتهينا من توقعاتنا لهذا اليوم والله أعلم يا رضا الله ورضا الوالدين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك أترككم في رعاية الله وحفظه إلى اللقاء